بسم الله الرحمن الرحيم الكلامر كتاب احكمتا ياتهو ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من أنذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أدل مسمى ويوتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صبورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصبور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيوكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليؤوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم نغفرة وأدر كبير فلعلك تارث بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملكة إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سؤال مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستديه لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا أنه وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويتلور شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالناع موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين الذين يصفون عن سبيل الله ويبعونا عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يبصرون لا درم أنهم في الآخرة هم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعما ولصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم نليل فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هموا أرازلنا باديا راي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكمها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم علينا لا إلى جرية إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جابلتنا فأكسرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيتم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن رب أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل افتريتم فعلي إدراني وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحنا أنه لن يؤمن من قولك إلا من قداما فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاف به في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قوله سخروا منه قال إن تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياته عذاب يخزين ويحل عليه عذاب مكين حتى إذا داء أمرنا وفاربت النور قل نحمل فيها من كل زودين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومناما وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزل يا بني ركب معنا ولا تتم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلي وغيض الماء وقضي لمه واستوت على الجودين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربهم فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن مني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسدين قيل يا نوح اغبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد لخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم علي أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين قالوا يا مود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنزرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أوصرت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معهم برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عادهم جحبوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربه ألا بعدا لعاد قومون وإلى ثمود أخار صالحا قال يا قول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتمانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قول أرهيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن يعنصوني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تحصير ويا قول هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم سلاسة أيام من ذلك وعد غير متنوب فلما داء أهمنا ندينا صالحا والذين آمنوا معهم برحمة منا ومن خزي يومئن إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كهل لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْدِيَا لَا تَصِلُ إِلَيْنَ كِرَى وَأَوْدَسَ مِنْ خِيْفَةَ قَالُوا لَا تَخَفِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ الُّوطَةَ وَامْرَأَةٌ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْنَتَا أَهَلِدُ وَأَنَا عَدُوزٌ وَهَذَا بَعْدِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَدِيبٌ قَالُوا أَتَعْذَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْنِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فلما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءته البشرى يجادلنا في قول نوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ نَوَّاهٌ مُنِّيبٌ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء أهم ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا سيئة بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءهم قولوا يغرعون إلي ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لونني بكم قوة نواوي إلى ركم شديد قالوا يا لوت إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسرد أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد من لامرأتك قال إنه مصيبها ما أصابه إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب قال لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سزيل معمود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تغنقصوا المكيان والنيزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والنيزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلواتك تاموا كأن نترك ما يعبد آباؤنا أولن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرهيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن خالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا لإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلي أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قولوا اغطر منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا من ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقه إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديانهم جاسدين كهل لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئيه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبيس الرفد المرهود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرهود ذلك من انباء القرى نقصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أهم ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما موخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدون فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لخضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة قرفين النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا لهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مدرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أبمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غير السماوات والأرض وإليه يرجع لهم كلهم فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون ترجمة نانسي قنقر